السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي الكلمة التي تسابق عليها 12 ملكا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي في الصلاة فلما قام النبي من الركوع قال سمع الله لمن حمد فقال ذلك الرجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى النبي الصلاة قال من قائل تلك المقالة فلم يتكلم أحد فأعاد النبي السؤال ثلاث مرات ففي المرة الثالثة قال الرجل أنا الذي قلتها يا رسول الله وما أردت إلا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد بتدرها 12 ملكا فما دروا كيف يكتبوها حتى سألوا ربهم عز وجل فقال اكتبوها كما قالها عبدي الله أكبر وفي رواية أخرى أن ذلك العبد قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فابتدرها الملكان فلم يعلم كيف يكتبها فسأل ربهم عز وجل يا رب عبدك قال كلمة لا نعرف كيف نكتبها كيف أجر هذه الكلمة قال ماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه تعالى قال الملكان لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتي يوم القيامة فأجزيه بها الله أكبر يعني الملائكة ابتدرت هذه الكلمة من هذا العبد هم عارفين أن كل حاجة ولها قدر معين من الحسنات وربنا سبحانه تعالى يعلم الملائكة بذلك الحسن هنا بعشر أضعفها الحسن هنا بسبعمائة ضعف الحسن هنا بكذا تمام فهم عارفين كل عمل وكل كلمة وأجرها لكن هناك بعض الكلمات التي يخفى أجرها على الملائكة زي قول هذا العبد حينما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لم يعلموا كم الأجر على هذا الحمد الطيب المبارك في أي الذي ألقى الله عز وجل فيه بركة من عندي أو الكلمة الأخرى التي قالها العبد الآخر حينما قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فكم من الحسنات يعني توافق أو يوازي ما يوازي قدر جلال وجه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطاني لا يستطيع أي أحد لا من البشر لا من الإنس ولا الجن ولا الملائكة أن يعرفوا قدر عظمة جلال وجه الله وعظيم سلطاني ولذلك قال جل وعلا للملائكة اكتبوها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها الله أكبر إذن فهناك كلمات أجرها عظيم جدا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا جوامع الدعاء وجوامع الذكر نحن نقول مثلا سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا تتصوروا ماذا الأجر والثواب على تلك الكلمات وعند الدعاء كانوا يعلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم هكذا علمنا النبي جوامع الذكر وجوامع الدعاء أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن يجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته